صباح الخير مشاهدين اهلا بكم لأحوال تقس المرتقبة اليوم الأحد بحول الله الوضعية الجوية ايضا لصباحات الأحد مستقرة عموما على كل الولايات الشمالية خاصة الداخلية سحوب مغشا تتمركز بالولايات السحلية الوسطى والولايات السحلية الغربية ايضا سحوب كثفة بالجنوب الغربي لغاية اقصى الجنوب اما شمال الصحراء وضعية جوية مستقرة ايضا اجواء صافية بالصورة سحوب مغشا جزئيا بباقي الولايات بشمال الصحراء وسط الصحراء لغاية الجنوب الشرقي الوطن اجواء صحوة صافية ومشمسة باستثناء بعض السحوب العابرة بالمرتفعات الصحرائية درجات الحرارة بحول الله لصابحات الأحد فصلية تبقى على كل الولايات الشمال الوطن متعراجعة ان شاء الله على المرتفعات الداخلية وحتى السواحل الوسطى 18 درجة كأدنى المقيس بالجزر العاصمة بويرا بو مردا سواتي زيوزو السجل 21 الى 20 درجة على كل من السواحل الوسطى وايضا الهدب العليا الشرقية السواحل الغربية ايضا ومجورها تقريبا نفس المقياس 24 الى 25 درجة تترواح على كل منطقة الاوراس الجرفة الامسي للأواط ايضا غردية الى غاية السورة نستجل ايضا 26 درجة بمنطقة برج باجي مختار ومنطقة اليزية نستجل 29 الى 28 درجة بكل منطقة برج باجي مختار ومنطقة تيندوفي حينتا منارات تقول واليزي 26 درجة 21 بالمرتفعات سحراوية 31 مرتفعة بعنقزم اقصى الجنوب بالنسبة للوضعية الجوية لمساء الاحد بحول الوضعية الجوية مستقرة تبقى عموما على كل اوجل المناطق الشمالية الوطن بعد صحب العابرة على سماء الولايات الساحلية للوطن ايضا صفاء تام على باقي المرتفعات والهداب العليا الشرقية جنوب الاوراس تشهد بعد صحب العابرة تكون بدون فعالية ايضا صحب عابرة بالمرتفعات السحراوية صحواء الأجواء والصافية مشمسة بوسط الصحراء ومناطق بشمال الصحراء إلى غاية الثوراء أيضا أجواء مغشات وكثيفة بجنوب الغربي برج باجي مختار وأقصى جنوب منطقة تامنة وعنقزام بالنسبة لدرجة الحرارة بحول الله لمساء الأحد فصلية إن شاء الله ومتراجعة تبقى دائما على المرتفعات وعلى مناطق شمال الصحراء أدنى المقاييس أربع درجات سجلها على كل الولايات الداخلية الوسطى والهداب العليا الشرقية ست درجات إلى سبع درجات بالمرتفعات الغربية السواحل الوسطى إلى غاية السواحل الشرقية ثم درجات بسواحل الغربية منطقة الصوراء منطقة الأوراس الجنوب الغربي أيضا كلها نفسها المقياس 13 درجة إلى 12 درجة بالجنوب الغربي وبأيضا منطقة تامنة بالنسبة للملاحة وصيد البحر مشاهدين البحر بحول الله يبقى هادئ على طول الشريط السحلي بفعل الرياح اللي راح تكون شمالية غربية بسواحل الوسطى جنوبية شرقية بسواحل الشرقية جنوبية غربية بسواحل الغربية سرعة الرياح تصل إلى 15 كم في الساعة الختام بالمعلومات الفلكية الخاصة بالجزر العاصمة وبدواحيها دائما مع شروق وغروب شمس كانت هذه توقعة التقس ليوم الأحد شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة إلى اللقاء شكرا لحسن الإصحاب